كان وزراء الخارجية العرب قد وافقوا على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة وقد جاء ذلك خلال الاجتماع التشوري المغلق الذي عقده وزراء الخارجية العرب بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وسبق انطلاق أعمال الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارية هدف هذا الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب إلى تنصيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية